لو أنا النهاردة قررت أن أعمل فيلم عن حياة حضرتك وحبيت أعرف بقى شخصية حضرتك أكتر وسألتك إيه اللي بيحركك؟ إيه اللي بتدور عليه؟ إيه اللي بتهرب منه؟ وإيه اللي بتخاف منه؟ لا أنا بيحركني أن أنا أولاً أن أنا عبر عن طبقتي عن الطبق الوسطى المصرية وأنا رأي أن أي مخرج أو أي فنان أو أي مبدأ بشكل عام بيتكلم على ناس ما يعرفهم شي يعني العمل ده مصيره إلى النسيان لازم تتكلم على ناس وخاصة أن أحنا أفلامنا عن بشر من لحم ودم فلازم تكون أنت بشكل أو بآخر عارفهم وعايش مشاكلهم دي نمرت واحد نمرت اتنين أنك تبقى مهموم يعني مش مجرد أنك بتعمل فيلم عن ناس شكلهم حلوة أو أنت اتبسطت من التجربة أو أن الإفة أو أن الموضوع مسير لازم يبقى فيه هم تجاه الناس دي يعني هم انشغال عليهم إحساس بيهم تضامن مع ما يحسوا به دي نمرت اتنين النمرت تلاتة أنه في الأسرة المصرية اللي هي فيها الأم والطفل والأب ما فيش أفلام كتيرة بتتعمل عنهم تحسي أن أغلب الوقت النمازج دي منفصل عن بعض فالأسرة المصرية اللي هي عماد تكوين الطبقة الوسطى المصرية بتنهار وبالتالي الطبقة الوسطى المصرية بتنهار فإذا ما كانش ليه هدف لغاية ما تكلى الله غير أن أنا أحاول أعيد بعض من هذا التماسك للأسرة المصرية وفكرها بدايرة قيامها الأصلية ومسؤوليتها عن الوطن ومسؤوليتها عن نفسها فيبقى ده هدف كافي جداً تب حالتك بتخاف من إيه؟ أنا بخاف من النفاق والكدب وإني أعمل حاجة فيه عندي شوية ناس كده بعتبرهم ضميري ما يحبوهاش أنا بترعب جداً من أن أنا أعمل فيلم أو أعمل حتى أكشن أو سلوك أو موقف والناس اللي أنا بعتبرهم ضميري ما يحبوهاش لذلك أنا مع كل احترامي للناس بشكل عام لكن أنا عندي عدد محدود من البشر هم اللي بعتبرهم ضميري الشخصي والإنساني اللي أنا بحيث أنهم بتبسطوا من اللي أنا بعمله أو أنهم مقدرينه أو أنهم شايفينه بحيث أنه ده يكفي فأنا بدعو أن كل واحد يبقى عنده هذه المجموعة التي تحيطه وتحميه من أي كدب أو نفاق أو خطأ أو انهيار أو فشل حتى ترجمة نانسي قنقر